مصل السنة دي نازل على هيئة تنين تعالوا نشوف التفاصيل بتاعه ما هو مصل الانفلونزا؟ مصل الانفلونزا دي عبارة عن تطعيم سنوي بيتخذ كل سنة ويهي المصل ده بيتغير من سنة لسنة يعني ما يفعلش ياخد المصل بتاع السنة اللي فاتت السنة دي لان المصل بتاع السنة اللي فاتت عبارة عن 3 فيروسات كانوا محتمل ان هما يكونوا منتشرين في الشتاء اللي جاي وطبعا اما المصل بتاع السنة دي فهو عبارة عن 4 فيروسات محتمل ان هما يكونوا منتشرين في الشتاء اللي جاي ده وكل الفيروسات الميتة دي متجمعة في حقنة اسمها انفلوفاك تيترا ما هي قرعة مصل الانفلونزا؟ اول حاجة لازم تعرفها ان مصل الانفلونزا دي اسمه انفلوفاك تيترا ودي بتبقى عبارة عن حقنة مجهزة للحقن عضل او بتحت الجلد بتبقى عبارة عن نص ميلة طيب الجرعة بتاعتها بتبقى ازاي؟ الجرعة بتاعتها يا سيد بتبقى من سن 6 شهور ليه 3 سنين بياخدوا نص الجرعة وهتقول للطفل ييجي كمان شهر ياخد بقية الجرعة بتاعته يعني بياخد في الجرعة الواحدة ربع ميلة اما بالنسبة من 3 سنين ليه اكتر من كده بياخدهم الجرعة كاملة في وقت واحد ما هي موانع الاستعمال؟ وطبعا زي ما احنا قلنا ان المصل ده بيتغير من سنة لسنة فاحنا قلنا ماينفعش بتاع السنة اللي فاتت نستخدمه بتاع السنة لان المصل بتاع السنة اللي فاتت كان مكتوب عليه والابحاث اثبت انه ماينفعش للناس اللي عندهم حساسية من البيض اما بتاع السنة دي بقولك لا ينفع عادي للناس اللي عندهم حساسية في البيض واللي يحدد كده دكتور الاطفال هو اللي يحدد ازا كانت الحالة دي تستدأ انه ياخد مصل الفلونزا ولا ما ياخدش بس هو مؤكد انه هو ممنوع للناس اللي عندهم برد او دور الانفلونزا حتى لو عنده سخنية بسيطة او عنده التهاب رائوي بسيط طيب لو هو عاوز ياخد بقى مصل الانفلونزا يقدر ياخده بعد اما الدور بتاعه يخف ما هي الاثار الجانبية لمصل الانفلونزا الاثار الجانبية بتاع مصل الانفلونزا زي اثار الجانبية بتاعت اي تطعيم زي ممكن يحصل سخنية او التهاب او تكسير في العظم وغالبا الاثار الجانبية دي ما بتحصلش خالص يعني حتى لو الاعراض دي ظهرت بتحصل لواحد بس من الف شخص وحتى لو حصلت الاثار الجانبية دي بتروح في ثانية هل ينفع علاج للقورونا؟ طبعا هو مش علاج للقورونا بس هو بيحمي من فيروس كورونا بطريقة غير مباشرة زي ما احنا عارفين ان فيروس كورونا دي هو هو الانفلونزا بس بتبقى اعراضه جيدة شوية يعني مثلا لو حصل في الانفلونزا ارتفاع في درجة الحرارة او سخنية عالية هنا في فيروس كورونا بيحصل سخنية جيدة جدا ونادرا اما بتنزل درجة الحرارة دي وطبعا في الانفلونزا ممكن يحصل التهاب رئوي امال في الكورونا بيحصل التهاب رئوي جيد جدا وهنا بيبقى في تكسير في العظم بيبقى هنا تكسير شديد جدا في العظم وهمدان في الجسم فاحنا طبعا بنقول اما الشخص ياخد مصر الانفلونزا دي كده بيكون المناعة الكافية ضد اي فيروس حقيقي فكده الفيروس الحقيقي لو خاش جسم الانسان قدامه طريقين يا المناعة تخلص عليه فورا واما ان الفيروس زي يدخل الجسم فعلا بس مش هيطول او الاعراض بتاعته هتظهر بشكل خفيف جدا فاحنا بنقول الوقاية خير من العلاج فانت تاخد المصر دي دلوقتي عشان ما يجيش لك الفيروس الحقيقي وتاخد العلاج وبعدين هتظهر اعراض شديدة جدا وممكن اعراض الانفلونزا دي لو سقطنا عليها ممكن تؤدي الى الوفاة لقدر الله ما هي الاماكن المتوفر فيها المصر الانفلونزا طبعا المصر ده متوفر فيه الصيدلات الكبيرة ويه عند الدكاترة فيه عيادات الاطفال ويه متوفر برضك فيه المتشفيات فتقدر تسأل على مصر الانفلونزا وتاخده وتقول الوقاية خير من العلاج وطبعا مصر الانفلونزا ده مصاعر تقدر تشوف السعر بتاعها على العلبة عشان ما حد يش يستغل الظروف اللي الناس هتاخد المصر فيه وبنأكد ونقول الوقاية خير من العلاج وبكده انتهينا من حلقة اليوم ونشوفكم على خير في الحلقة القادمة بانشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته